السلام عليكم ازايكم? اخباركم ايه يا رب كونوا بالف خير? النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة افكار وحية لهم منظمات حلوة جدا جدا هتعجبكم بازن الله بس طبعا قبل ما نكمل فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك ولا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد من الفيديوات اللينا بنزلها ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة بيتكلم عن ايه ده منظم حلو جدا كده في ازازة المية عشان لو انت خارجة بقى ومجموعة ادوية بتاخديها لك او لاطفالك او لزوجك اي حد تقدر تاخديها معاك شايفين بقى المنظر الحلو ده ده طبعا موجود بره مش موجود هنا طبعا عندنا اه شايفين بقى التكنولوجيا عاملة ازاي? انا حبيب بس وليكنوا ده برعا مطعم بس شايفين الاعدة وانت قاعدة فيه عاملة ازاي? شايفين المنظر الحلو جدا ده هنا دخلنا بعد كده بقى على مناظم ده برعا رقنا بس زي ما احنا شايفين بتقلب معاك كده سيرين سير تحت وسيرين فوق طبعا فكرتها حلوة جدا وده طبعا كده مناظم زي تيربو موجود منه كزا دول تقدر كمان تضيفيله ادراج لو انت حابة شايفين بياخد معاك كمية حاجات قدية تقدر طبعا تحطيها عندك في المطبخ في الحمام زي ما تحدي ده كده كمان مناظم تاني اه ده برعا ايه بقى زي سخام بالزبط كده بيعان بتبخ معاك الاكل بسرعة يعني والكلام ده كله بتقدر كمان تحط فيها فرخة وتشويها فيها ده كده كمان مناظم معاك في مراية تقدر تحطيه عندك في الحمام ومنه كمان دفية كده بقى ايه تدفي فيها رجلك وفيها مراية وكل حاجة دي كده كمان آآ للتوم بتفرم معاك التوم آآ دويا فرمتها حلوة يعني طبعا بتعمليه حسب الحجم آآ يا ناعم قوي يا تقيل يعني اين آآ حجمها كبير شوية زي ما تحبوا ودي كمان مطحنة احسن حاجة في المطحنة الدينية مش بالكهرباء يعني طبعا الكهرباء سحاب بتعطلنا على حاجات كتير جدا ودي كده كمان زي ما احنا شايفين معانا مبشرة بقى للخضار والفاكهة والكلام ده كله هنا حبيت بقى وريكم التكنولوجيا عاملة ازاي شايفين بقى المنظمات ده ده كده تبان ضرفة عادية جدا بس طبعا مجرب مفتحاتها طلعت ارفف قد ايه ومساحات قد ايه معاكي روعة بجد مفيش بعد كده فكرتها حلوة جدا 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 شايفين بقى عامت معاكي كمية ارفف ومن تحط فيها منظمات قد ايه اخدت معاكي طبعا كمية كبيرة جدا ومنها كمان طلعت معاكي ترابيزة الحاجات دي حلوة طبعا بقى للمطابخ الصغيرة عشان البنات اللي بتشتك ان المطبخ بتاعها صغير ده فكرتها حلوة جدا دي كده كمان بقى زي مفك اللي هو صمويل بقى بتاعت الحنفيات والكلام ده كله فكرتها حلوة جدا دخلنا بعد كده برضو عن منظمات الحلوة للمطابخ الصغيرة دي طبعا بتفيد معاكي جامد جدا بتنظم معاكي المطبخ وبتنظم كمان معاكي في الوقت يعني طبعا بقى بدأت الكركبة والبهدلة واني انت تقعد تدور على الحاجة عشر ساعات لأ دي فكرتها حلوة جدا وكمان المنظم بقى بتاع بوكوليات ده طبعا فكرته حلوة جدا ناس كتير بتقول الحاجات دي موجودة فين ايه الحاجات دي يا جماعة موجودة في المنات الكبيرة والهايبرات ومحلات جهاز العرايس وادوات المطابخ والكلام ده كله الحاجات دي كمان اسعارها مش غالية خالص بالنسبة كمان الناس اللي بتسأل الحاجات دي اسعارها في متناول الجميع وبسيطة وحلوة جدا دي طبعا كمان بقى القطاع بتاعة الكريز اللي بتفصل البزر عن الكريز تمام ده كمان هنا كده طبعا الباسكت بالشنوع بتلخصة بيه فكرته حلوة جدا طبعا وبقى منتشر جدا جدا عشان برضو الناس اللي بتسأل على الحاجات دي هنا طبعا بقى دي الغسالة اللي بتغسل الشوزات شايفين في النص طبعا كده الفرشة دي وفكرتها كمان الغسالة دي حلوة جدا فيه ناس جابت الغسالة دي والغسالة اللي هي عامنا زي الجردل الصغير انتو عارفينها فيه ناس بتقول عملية وفيه ناس محبوهاش بتقول طبعا مش جاودتها زي ما احنا بنشوفها يعني عن نت وكده هي طبعا بتختلف برضو حسب المنشأ بتاعة الدولة بتاعتها وكده حسب طبعا برضو الامكانيات بتاعتها ترى هي التقليد ولا الاصلية دي كمان برضو فكرة للشبابيك عشان ما تجرحش الناس سواء من بره او من جوة هنا كمان برضو بقى بالنسبة للناس اللي بتبقى عايزة يعني الحاجات بقى بطاطين الحفف فيبر الكلام ده كله فكرتها حلوة جدا طبعا زي ما احنا شايفين كده ودي كمان برضو بالنسبة بقى التخزين بقى الكريز والخضروات بقى والفواكه البسيطة كده تقدر يتعنيها معاك طبعا ده بقى المنظم الحلوة جدا بتاع الحمام اللي بينادف طبعا طويلة وكده في الحمام فكرته حلوة جدا ومنه كمان في باس كده دخلنا هنا بقى كمان على المنظفات والحاجات الحلوة اللي بتنظف معاك بسرعة دي كمان بقى للفكرة اللي غسل الأوتوماتيك حطت كربوناتو او ملح لامون كربوناتو او ملح لامون وكمان شوية خل وكمان عصيت عليهم لامونة طبعا الكربوناتو مجرد ما تعصر عليه لامونة بتعمل فورات اللي احنا شوفنا دلوقتي مع بعض ده كمان كده فكرة منظم لتحت السلم فكرتها حلوة جدا اول قسم ده عاملة فيه كأنه دولاب وهنا كمان بقى للشوزات والبوتاة والمنظفات بتاعت الأحزية والكلام ده كله وكمان الفكرة التالتة دي هنشوفها كمان مع بعض حط فيها بقى كأنها جزامة للشوزات كده يعني طبعا فن استغلال المساحات الديقة فكرته حلوة جدا استغلال بقى تحت السلم والكلام ده فكرته روعة بجد عشان طبعا مثلا الناس اللي بتعمل دوبليكس بتبقى المساحة عندها دايقة شايفين حتى كمان هنا الضهر كمان شايفين عاملينه ازاي حطة فيه كل المنظفات بتاعت البيت فكرته طبعا حلوة قوي دي طبعا بقى العصفورة اللي بتجيب اللي الخلى بتاعت الأسنان والخلى بتاع بقى بقى اللي بتحش بيها السمان والبط والكلام ده كله فكرتها حلوة برده دي طبعا كده اللي هي المنظمات طبعا علم المنظمات ده فيه كمية حاجات كبيرة جدا يعني حاجات لا تعد ولا تحصل هنا كمان برضه بالنسبة للملات بالفيبر والناس اللي بتعني دايما طبعا إن الملاء بتهتز منك ده طبعا كده مسابق بتاع الميلات هنا كمان فكرة بقى لتنظيف البوتاجاز فرن البوتاجاز هتحطي برضو كاربوناتو كاربوناتو واللمون والخل وشايفين بقى بتعمل الحركة دي وبتسيبيها كده شوية على البوتاجاز بتقدر ان هي تشيل معاكي اصعب الدهون هنا كمان برضو التنظيف بتاع اللي هو آآ الراف بتاع الشواية فكرتها حلوة جدا شايفين بقى البوتاجاز دي انا بقى اعمل ازاي ده طبعا بقى المشترك بس الفكرة حلوة جدا فيه كمان جزء بقى الشواحن الموبايل وجزء كمان الفيهة شباب بتاعة التلاجة الغسالة زي ما تحبي دي كمان برضو منظمات تانية للبقوليات وكية طبعا فكرتها حلوة هي الحاجات دي طبعا بقى فيها احجام كتير احجام مثلا بالكلوات يعني اتنين كيلو تلاتة كيلو لو حاجات كمان احجام صغيرة موجود كل الكلام ده موجود دي طبعا الفرشة بتاعة التويلت بالنسبة كمان برضو الناس اللي بتسأل عليها وزي ما قلت لكم طبعا الحاجات دي معظمها اصعارها مش غالية خاصة ممكن طبعا الحاجات تتبقى اصعارها غالية اللي هي ايه? اللي حاجات اللي هي اوفر قوي ادوات كهربائية مسلا عالية قوي الحاجات دي شايفين بقى المسبب بتاع اللحاف الفايبر ده طبعا كلنا عندنا اللحاف بتاعنا وعايدين نجيب له كفر اللي هي الكسوة يعني بمعنى اصح عشان تحافظ على اللحافة فدي فكرة حلوة جدا دي ده بابيس بتركبيها كده في الاربع طرفف بتاع اللحاف الطرف ده والطرف ده يعني اربع اطرف بتاع اللحاف دي عبارة عن دبوس بتدخليه كده في اللحاف حتى لو لحاف قطن معاكي لحاف فايبر بتمسك معاكي بالدبوس ده احسن ما توضي اتخياطي بقى في اللحاف الفايبر او اللحاف القطن وكده ففكرته حلوة جدا جدا دي كمان فكرة مسلا بقى لو حد جراحة العربية بتاعتك مش جراحة اللي هو خبطها يعني فدي فكرة حلوة تقدر تشديها كده احسن بيقوله يعني فكرة ممكن برضو اي حد يجربها جابت طبعا سلو تب يعني عملتها بالطور وبالعرض وشدتها كده فكايت فكرتها حلوة جدا شايفين بقى دخلنا بقى على المنظمات والترتيب الحلو جدا في المطابخ شايفين المنظمات الحلوة دي شايفين بتشيل معاك كمية حاجات قد ايه احسن ما تحط بقى اكياس في القرف وفي الكلام ده كله فطبعا المنظمات دي حلوة وبتوفر معاك في المساحة وكمان بتخلي شكل الرف عندك شكله منصك وشكله حلوي جدا شايفين طبعا الفكرة هنا كمان برضو حطت ملح اللي ده ما قلنا طبعا برضو تاني الكربوناتو مع الخل مع عصرة اللمون وبتدي بيهم دورة لغسالة اوتوماتيك بتشيل لك الريحة الوحشة اللي بتبقى في الغسالة بتشغالها هنا دورة كاملة شايفين من غير هدوم خالص يعني بتدي بقى حركة تجديد الغسالة دي بقى كده ديكور عملوه ببلونة بلونة بس كده ونزيت عليها بالاي نوع دي هنا عندك وعملت من نفوزة كده حلوة زي ما احنا شايفين طبعا دي كلها بتبقى افكار بسيطة كده بس بتبقى افكار حلوة بقى هنا طبعا بقى ده اللازق برضو الحراري اللي هو ضد المية والنار آآ فكرته طبعا حلوة جدا برضو شايفين حتى الادراج والارفف عملت منه طبعا الصور الجاية دي حلوة جدا في مجموعة الصور هتعجبكم جدا بقى جايبها لكم السوق التركي هنشوف كمان بقى شكل الفناجين بتاعة القهوة والاباق والحلل والكلام ده كله طبعا اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وكملوا الفيديو والا بقى ونشوف بايدي الصور مع بعض والمنظمات والتنظيم اللي بيكون في الادراج والارفف شايفين هنا مسلا كده الدرج ده منظم ازاي فكرته روعة بجد فكرته حلوة جدا 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 طبعا انا عن نفسي بعشق الادراج الكبيرة اللي بتاخد معاك كميات كبيرة جدا من المنظمات طبعا المنظمات دي بتفرق في حاجات حلوة جدا شايفين هنا برضو كمان في المطابق عاملين رفين كبار كده من اول الحيطة يعني من فوق كده مستقفل حد الارض اخدين معاك كمية حاجات قد ايه فكرته طبعا حلوة جدا عشان طبعا الناس دايما بتشتكن المطابق بتاعتها دايقة الحاجات دي اختر حاجة هتفيدك في المطبخ بتاعك هي الحاجات دي وكمان الارفف اللي يكون سابتة في الحيطة الامورة هالكو دلوقتي كمان فكرتها حلوة جدا ده كده كمان بوكس كبير زي ما احنا شايفين بياخد معاك حاجات كتير جدا تقدر تحطيه عندك في جنب في المطبخ حتى لو في الاوضة حتى لو في الدولاب الحاجات الخوص دي طبعا بتدي شكل وديكورات حلوة جدا في البيت طبعا شكل الحمام بقى بالمنظمات برضو بالبوكس اللي هو الخوص ده زي ما قلتلكم الرف المحدود ده ودي البوكسات الخوص برضو طبعا موجود من الحاجات دي طبعا اشكال والوان كتير جدا هنشوف كمان بعد ده بقى الارف اللي بتكلم فيها ممكن تعميك طبعا كزا رف من دول كده عندك في المطبخ هيوفر معاك اجاملت في المساح هندخل بعد كده شايفين بقى طبعا ده السوق التركي جيت لكم بقى مجموعة اطباق كده والحلل والكلام ده كله بتبقى موجودة في السوق هناك شايفين بقى الاشكال عاملة ازاي طبعا موجود جميع الاشكال السادة بقى والمزاخرة في المنقرش والكلام ده كله هنشوف لسه كمان برضو الحلل والفنجين وبردات الشاي بتاعتهم والكلام ده كله هنا طبعا بقى شايفين بقى البردات شايفين طبعا بتبقى اطقم كتير واشكال كتير مختلفة. ومحصول طبعا عليها الاسعار بتاعتها. اتمنى طبعا فيديو النهاردة يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وتفعيل زر الجرس عشان اصالوكم كل جديد من الفيديوهات اللي هان بنزلها. واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية. ومع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.